إلى الضفة الغربية حيث قال تلفزيون فلسطين اليوم أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ما أدى لحدوث اشتباكات مع الأهالي في المدينة ومحيط مخيمها وبحسب التلفزيون فإن الجرافات الإسرائيلية واصلت تدمير شوارع المدينة وبنيتها التحتية وافد المركز الفلسطيني للأعلام بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة والمخيم كما حلقت طائرات إسرائيلية مسيرة واستطلاعية في سماء مدينة ومخيم جنين يتهد فيما اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مدينة نابلس وحاصرة البلد القديمة فيها وذكرت مصادر محلية أن الاقتحامات طالت سوق الحددين داخل البلد القديمة وشوارع غرناطة ورأس العين مشيرة إلى تنفيذ سلسلة اعتقالات في المنطقة قبل أن ينشر الجيش قناصة على أسطح المباني إلى ذلك قال تلفزيون فلسطين أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم عين السلطان بمدينة أريحة وانتشرت في عدة أحياء مضيفا أن هناك اقتحام آخر في حي سطح مرحبة بمدينة البيرة تندم إلينا من الجليل مرسلتنا أحلام عثمان أحلام يعني تتصعد واتيرة الاقتحامات والتوترات فما آخر التفاصيل لديك؟ نعم هذه الاقتحامات والتوترات تتصعد يوما بعد يوم في مناطق الضفة الغربية وأيضا تأتي في صياق التحذيرات التي تحدث عنها المستوى الأمني والعسكري الإسرائيلي للحكومة الإسرائيلية ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأن مناطق الضفة الغربية هي على مقربة من انتفاضة جديدة نتيجة لما يحصل من أحداث والاقتحامات المتكررة والمتزايدة لقوات الجيش الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية وهذا ما شهدناه منذ ليلة أمس أيضا حتى ساعات صباح اليوم إن كان في مدينة جنين وفي مخيمها التي اقتحمتها قوات الجيش الإسرائيلي وتعزيز أيضا من الجرفات التي دخلت إلى المدينة والمخيم من محاور مختلفة مثل حاجز سالم العسكري وأيضا الجلمي وغيرها من المحاور عمليا الجرفات الإسرائيلية عملت على تجريف الشوارع والبنى التحتية إن كان في مدينة جنين في شارع حيفا شارع الناصرة أيضا عند ضوار السينما وضوار الشهداء كانت هناك عمليا تجريفات وتدمير للبسطات وتدمير للمحال التجارية التي يملكها الفلسطينيون في مدينة جنين كذلك الأمر أيضا في المخيم كانت هناك اجتباكات واسعة ما بين قوات الجيش الإسرائيلي والمقاومون الفلسطينيون مع وجود أيضا مكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة في سماء المدينة ليس فقط في مدينة جنين إنما أيضا في مدينة نابلس الاقتحمات هذه أيضا جاءت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي ومداهمات للبيوت ولكن قبل اقتحمات قوات الجيش الإسرائيلي كانت هناك وحدة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة القديمة واعتقلت من هناك شخص وجرت عمليا اجتباكات مسلحة فيما بين المقاومين والجيش الإسرائيلي باستخدام أيضا للعبوات الناسفة ضد قوات الجيش هذا مع وجود لاقتحمات لمخيم السلطان في ريحة أيضا اقتحمات لسطح مرحبة في مدينة البيري وفي مجمل الاعتقالات التي أجراها الجيش الإسرائيلي منذ ليلة أمس حتى صباح اليوم وفقا لهيئة الأسرة والمحررين الفلسطينيين نحن نتحدث عن ما يقرب من 26 معتقلا فلسطينيا مع إعادة لاعتقال عدد من الأسرة الذين كانوا في المعتقلات الإسرائيلية سابقا ولكن هذه الاقتحمات لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر حتى يومنا هذا أحلام لو تحدثين قليلا على الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية خصوصا بخصوص مجلس الحرب وهناك أيضا طبعا تلويح باستقالة وزير الدفاع صحيح هناك خلافات ظاهرة ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو هو أعضاء الكابينت الإسرائيلي المجلس الحربي فيما بين يؤاف جالانت وزير الدفاع وكذلك الأمر مع وزير الدفاع الثاني وهو العضو في الكابينت بني جانتس ويبدو هذا الخلاف هو متعلق في إدارة هذه الحرب وسياسة بن يمين نتنياهو التي باتت تظهر بأنها تحمل معها الكثير من الملفات الشخصية التي يدخلها في خضم هذه الحرب لصالح حساباته وأيضا فيما يتعلق بالنقطة الأساسية هي في اليوم الذي سوف يلي هذه الحرب كانت هناك مطالبات وضغوط على بن يمين نتنياهو من أجل الحديث ومناقشة هذا المحور ولكن الخلافات ظهرت بشكل واضح ومشادات وصراخ خلال جلسة الكابينت المصغر قبل نحو أسبوع من الآن وبالتالي هناك أيضا الخطوات البديلة لربما التي باتت تظهر وهي بإمكانية تعيين أفكدور ليبرمن وهو رئيس حزب إسرائيل إسرائيل البيت الإسرائيلي ولربما سوف يتم تعيينه إما مكان بني جانس في حال استقال من هذه حكومة الطوارئ ومن الكابينت أو بديلا عن يو آف جلانت وهذا كي لا يكون هناك انهيار لحكومة الطوارئ الإسرائيلية ما سيعيق فعليا إدارة هذه الحرب نعم أحلام موثمان مراسلة المشهر كنت معنا من الجليل شكرا لك على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر